اشتركوا في القناة الجيش المغربي ويحذرونه من دخول منطقة القويرة المغربية وكشف احد الاشخاص عبر تسجيلات المذكورة على ان الجيش الموريتاني ينتشر في القويرة معطبرا على انها ارض موريتانية ولا يستطيع المغرب الدخول اليها وذلك وفقا لاتفاقية مضريد الموقع القرن الماضي واكد انه في حالة تجرأ الجيش المغربي من دخول منطقة القويرة فسيتلقى ردا من الجيش الموريتاني هذا ويذكر انه مباشرة بعد اعلان المغرب عن بداية استعداده لعمار مدينة القويرة المغربية قام الاعلام الموريتاني بانساب القويرة لموريتانية معطبرا اياها ارض موريتانية ولكن التاريخ والحقيقة تقول بان القويرة مغربية الى ان يريث الله الارض ومن عليها نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء